وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بأولمبياد باريس وفي إطار إجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية في دورة باريس 2024 وجه رئيس السيسي بمراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات ارتباطا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات لبيان أسس المنح ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلا كما وجه رئيس السيسي بدراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات الرئيس السيسي وجه أيضا باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهر عناصر من أعضائها بشكل سلبية ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع فيها مصر بميزة ترافوسية بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلي ونظيره الأولمبية ومدى التقارب بينهما مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعث الأولمبية إلى جانب ذلك وجه رئيس السيسي الوزارة المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات كما وجه رئيس السيسي أيضا بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في ضوء الضوابة المقترحة وغيرها من الإجراءات بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها تمهيدا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب